الذي يقر بضعفه موبخاً ذاته أمام الله قد اهتم بتنقية طريقه من الخطيئة أما الذي يؤجل ويقول دعلك لوقته فإنه يصبح مأوى لكل يعني اللي يقعد يقول بعدين بعدين كل حاجة لها وقتها نبقى أن تبقوا قدامه خطر جداً عليه لأن الخطايا هتزيد مش هتقل ويمكن ما عرفش يشيلها بعد كده لكن اللي وقف دائماً بينق نفسه قدام ربنا هتقدم روحي